اهلا بكم الى موجز اخبار الان اصدر الخميس الذراع الاعلامي لتنظيم داعش المتشدد مقطعا صوتيا قال انه لزعيم التنظيم ابو بكر البغدادي وهو اول تسجيل ينسب له منذ ما يقرب العام ويأتي هذا التسجيل الصوتي في وقت خسر فيه تنظيم داعش الكثير من مقاتليه وقادته اثر المعارك التي يخضها في العراق وسوريا وليبيا في لبنان اصدرت المحكمة العسكرية حكما باعدام احمد الاسير وموقوفين اثنين من انصاره وجاهيا بينما تم الحكم غيابيا على امجد الاسير شقيق احمد الاسير بالاعدام والحكم على فضل شاكر بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية على خلفية القضية المعروفة باحداث عبرة التي واجهت خلالها مجموعة مسلحة بقيادة الاسير واجهت الجيش اللبناني في منطقة عبرة جنوب بيروت ما ادى الى قتل 18 عسكريا نددت فرنسا الخميس بالغارات الاخيرة التي يشنها النظام السوري وحليفته روسيا على محافظة ادلب والتي اوقعت عشرات القتلى من المدنيين داعية الروسيا الى وقفها وتتعرض محافظة ادلب منذ اسبوعين لغارات روسية واخرى سورية مكثفة ردا على هجوم بدأته فصائل معارضة في ريف حما في ريف محافظة حما المجاورة اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش فصائل تقاتل جنبا الى جنب مع القوات العراقية بارتكاب انتهاكات خلال المعارك التي تخذها ضد تنظيم داعش وبحسب المنظمة الحقوقية فان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان يسمح لفصائل الحشد الشعبي بدور اكبر ليس فقط في القتال ولكن ايضا في التبقيق الامني واحتجاز الاشخاص اثناء العمليات العسكرية قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما على محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المحظورة وعلى 15 اخرين من قيادات الجماعة في قضية احداث عنف بمحافظة بني سويف جنوب مصر وفق مصدر قضائي وحكمت محكمة جنايات بني سويف بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على 77 متهما في القضية ذاتها قتل سبعة اشخاص على الاقل وجرح اخرون في انفجار سيارة مفخخة قرب سوق في مقديشو حسب ما اعلن متحدث باسم بلدية مقديشو ووقع الانفجار على طريق تشهد حركة كثيفة قرب سوق في حي همرويني الذي سبق وانشهد اعتداءات عدة تبنت مسؤولية هذه الاعتداءات جماعة الشباب المتطرفة إلى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك شكرا